موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام خلال الأعوام الثلاث الماضية صدرت العديد من الكتب التي تؤرخ حياة ونضال الكثير من الشخصيات الأوكرانية بعد عقود من التهميش لأسباب فكرية وسياسية على رأس هذه الشخصيات تأتي شخصية ستيبان بانديرا الذي قاد حركة التحرر الوطني ضد الاتحاد السوفيتي في أواسط القرن الماضي ومنح لقب بطل قومي بعد الثورة البرتقالية ثم سحب منه اللقب في عهد نظام يانوكوفيتش الموالي لروسيا ثم أعيد له في العام 2014 ومن أبرز الشخصيات القرنية التترية التي همشها التاريخ القريب شخصية نعمان شلبي جيهان الذي صدر قبل أيام كتاب يؤرخ حياته للكاتب يونيس كانديم كواحد من المناضلين وأصحاب الفكر الذي كان ولا يزال رمزاً بين التتر اليوم هذا الكتاب هو واحد من أسلحة البروبغاندا المضادة نبين حقيقتنا موقفنا رؤيتنا من تلك الصفحات من التاريخ تشيليبي جيهان ليس فقط زعيم حركة تتر القرب بل ينبغي أن يصبح جزءاً من التاريخ الأوكراني نقطة التحول في التاريخ الأوكراني هذا توفر فرصة لنا جميعاً تتار القرم الأوكرانيين وغيرنا الكثير للعودة أكثر وأكثر لتاريخنا من خلال رؤيتنا حلقة اليوم من برنامج الضيف نخصصها للحديث عن مكانة ومناقب نعمان شلبي جيهان وعن أهمية صدور مؤلفات تحكي وتوثق مسيرات الشخصيات الأوكرانية المهمشة مع ضيفنا الكاتب والمفكر القرمي تتاريخ سيران عريفوف وهو أيضاً رئيس اتحاد الرائد في أوكرانيا أهلاً بك سيد عريفوف أهلاً بكم لنبدأ بموضوع الكتاب جيهان نعمان شلبي جيهان من هو ولماذا يحظى بهذه الأهمية بين التتار وقد ذكرتم في المقدمة أن هناك عدد كبير من الشخصيات كانت مهمشة أو تم تجهيلها وهذا كان عمل مقصود بالأسباب فكري والسياسية وخاصة هذا الأمر أو هذه السياسة وتعلق بتتاريخ القرم لأنه إمبراطورية روسية بعد أن احتلت القرم في قرن الثامن عشر بدأت تستمر في السياسة بشكل عام يعني إعدام أو وصول إلى الأدم بأي أثر لتتاريخ القرم لأنه روسيا حاولت منذ ثلاثة قرون وحتى الآن تحاول حاولت وتحاول أن تثبت أن القرم الأرض أصل لها وأن القرم من تاريخ يرجع إليها ولها حق تاريخي وحق سياسي وحق أخلاقي وغير ذلك فلذلك من أهدافها إعدام أي شيء يتعلق بتتاريخ القرم حتى وصلوا إلى النتيجة أنه في موصوة قوميات كانت موجودة في اتحاد سويتي يعني في هناك موصوة اتحاد سويتي من بين قوميات التي كان يتكون منها اتحاد سويتي لم يذكر تتاريخ القرم مع أنهم كانوا قومية موجودة وعدد ليس بقليل يعني وصلوا إلى في النهاية النتيجة كأنهم خلص تتاريخ القرم كقومية اختفوا فحتى يعني يكتب عنهم في التاريخ كثير من الكلام غير صحيح وغير ذلك فطبعا مثلا في القرم نفسه حاولت روسيا إعدام كل أثار مادية مثل هدم المساجد وهدم المباني والغير يعني أثار كثيرة مادية التي قد تثبت أن القرم كان لها فيها وجود التتاريخ القرم ووجود قوي ووجود طويل طويل المدى يعني تتاريخ القرم موجودين في الشوبة جزيرة القرم في قرون كثيرة جدا يعني أقل ما يمكن أن نذكره هو قرن السابع أو الثامن وقرن تعسية أقيمت دولة وهذه الدولة استمرت إلى قرن الثامن عشر يعني تقريبا سبعمية سنة فلذلك تترقمهم أصحاب هذه الأرض ولهم طريق طويل ومزدهر لهم يعني مدن والمساجد والجامعات والمكاتب وكتب العلماء والمفكرين هناك ألاف من العلماء والقضاء والمفتين والمفكرين وفلاسفة والشعراء كلهم من تتاريخ القرم أما بنسبة هذه الشخصية فهي شخصية مضادلة معروفة وهي شخصية رمز هي من شخصيات طبعا معاصرة تعتبر نسبيا نعم هي في بداية قرن عشر الميلادي فهذا الشخص نومانش البيجهان كان مفكر كبير وكان مناضل سياسي وشعر وفيلسوف وله عديد من المقالات والكتيبات وغير ذلك ولكن لم يكن هو في مجال النظري بل كان له عمل كبير في مجال العملي فلذلك بعض الدعفة إمبراطورية روسية وبدأت ثورة بولشفية فهو كان حاول هو وكثير من أصحابه هم اجتمعوا وحاولوا يستثمروا هذه فرصة يعني الدعفة إمبراطورية روسية وحاولوا يستثمروا هذه فرصة حتى يستقلوا ويعيدوا لتتار القرم أمجاد أمجاد ويعيدوا دولة مستقلة حرة يعني فهذا كان هذا الدليل أن تتار القرم لم يفقدوا يعني الأمل في إعادة دولتهم مستقلة ذات سيادة نعم هو أيضا بالنسبة لتتار القرم ليس فقط شخصية نضالية وإنما له دور فكري فهو كان المفتي وأنا علمت أنه درس الحقوق نعم عنده كتخصص هو تخصص حقوق ولكن كما قلت يعني هو كان فلسوف وكان مفكر وكان طبعا مدرك بكثير من المجالات التي كان يحتاجوا إليها حتى يقوم بنهضة مسلمين القرم أو تتار القرم بشكل خاص ولذلك مع أصحابه وكثير من عنده كان أصدقاء وبعض أصدقائه كان خرجين جامعة أوروبية حتى هم اجتمعوا ووضعوا الأصوص فكرية لإعادة الدولات لتتار القرم ففي سنة 1917 هم عملوا أو أسسوا مؤتمر عام لتتار القرم فهذا المؤتمر حضروا مئات من الشخصيات بارزة ومؤثرة ومن خلال هذا المؤتمر هم بدأوا وضع الدستور لجمهورية القرمية الجديدة التي يريدون أن يقيموها فهم حقيقة أقاموا هذه الجمهورية وبدأوا تأسيس المؤسسات للدولة بكل أنواعها من مؤسسة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية وحتى بدأوا بدايات تأسيس النظام الاقتصادي وبذلوا الجهد في بداية تأسيس المؤسسات التعليمية وغير ذلك ولكن هذه الدولة الجمهورية القرمية لم تستمر كثيرا لأنه بولشفيين أو مستقبلا هم الشيوعين بعد أن أسقطوا إمبراطورية روسية وسيطروا على الحكم في روسيا هم بدأوا بالقوة بقوة السلاح يعيدوا كل أراضي كانت من قبل تسيطر عليها روسيا بالقوة يعيدوها إلى سيطرة شخصية نعمان شلبي جمعت بين عدة مناصب فهو الرئيس وهو كاتب الدستور وهو المفتي أيضا وهو منصب ديني وهو من كتب النشيد الوطني القصيدة أقسمته التي أصبحت نشيدا وطنيا كان شعيرا بارزا وعنده شعر وطني جميل جدا هو من الذين وضعوا دستور فكان عنده فكر وفكره لم يكن مثلا في أي تطرف أو تحميش أو غير ذلك مثلا هو ذكر في أحد كتبه التي كتب فيها عن رؤيته لجمهورية القرمية ذكر أنه في القرم هناك قوميات مختلفة وحتى أديان مختلفة هناك مسلمين هناك مسيحيين هناك اليهود وغير ذلك فهو قال أن هذه الجمهورية لن تكون فقط للمسلمين ولكن هي ستكون لكل من يسكن ويعيش في القرم وحتى هو درب مثال بقول درب مثال هذه الجمهورية القرمية قال هي كأنها المجموعة من الأوراد أو الورود ورود أفضل هي مجموعة من الورود كلها لها لون وكلها رائحة وكلها جمال معين فحتى هذا الدستور كان فيه واضح أنه هناك كان فكر ديمقراطي يعني بمعنى لم يكن يهمش أي قلية دينية أو قلية قومية في هذا الدستور نعم هو كتب قصيدة أقسمتو التي أصبحت نشيدا وطنيا وأنا الآن أمامي بعض المقاطع من هذه من النشيد الوطني تاتري يعني باختصار أقسمتو أمام الشعب أن أخفف مصائبهم إلى متى سنبقى أمواتا ونحن أحياء إلى نهاية النشيد هو قتل ورمي في البحر وبقي تتارة القرم ما هي أهمية ذكر تأريخ حياة مثل هؤلاء في هذا الزمان؟ طبعا هذا الشعر هو كتبه وكان موجود في السجن لأنه بولشفيين بعضا سيطروا على القرم وطبعا هم قبل السيطرة وعدوا أنه لن يعدموا أحد أو لن يلاحقوا أحد وغير ذلك ولكن بعد أن سيطروا على القرم صارت حملة من الإعدامات وهم يعتقلوا أدد كبير من المسلمين من تتار القرم من العلماء وسياسيين ومفكرين ويعتبروهم أعداء لأن هؤلاء كانوا يحملون فكر استقلال والحرية فلذلك يعتبروهم من الأعداء ولم يستمروا في السجن والاعتقال كثيرا فبدوا بالإعدامات ومن بينهم يعدمون من تشلي بالجهان وهو كان موجود في السجن كتب هذا الشعر من بين السطور قال أنا أقسمت أن أموت في سبيل تحرير قومي ورمي في البحر حتى لا يكون على روزان ورمي في البحر حتى يعني يقال حتى لا يبقى له قبر يعني عفر عن المقاطعة هناك يعني كما قال رئيس مجلس شعب تتار القرم أن أوكرانيا تشهد نقطة تحول يجب أن نعود بها إلى التاريخ من رؤيتنا ما هي أهمية العودة إلى التاريخ وذكر هذه الشخصيات نعمان شلبي وستيبان بنديرا وغيرهم طبعا سنة 1944 ستالين هجر كل تتار القرم ولكن باقي لهم حنان والحب للوطن فهم رجعوا رجعوا إلى الوطن إلى شبجزية القرم وحاولوا يعني يستقروا فيه ولكن كما نعلم 2014 روسيا من جديد احتلت هذه الأراضي والآن بدأت هناك مضيقات شديدة جدا على المسلمين بشكل عام وتتار القرم اعتقالات وحتى في قتل واختطاف الناس يعني هناك مشاكل كثيرة جدا فلذلك في هذه الظروف وأوكرانيا نفسها وأوكرانيا وتتار القرم وأوكرانيا الآن هم في مشاكل نعم وهم على طرف واحد وعندهم الآن مشاكل كبيرة مع روسيا حتى الحرب ما هي الحاجة إلى ذكر؟ فهذه الشخصية هي من بين الشخصيات كبيرة جدا هي تعطي رمز هي مثل رمز المنادل يعني حتى تعيد هذه أواطف والأمل وخاصة للمسلمين وهم الآن في ظروف صعبة شكرا جزيلا لكم نشكر الكاتبة والمفكرة الخرمية تتاري سيران عريفوف رئيس الاتحاد الرائد في أوكرانيا كان معنا ضيفا على برنامج الضيف مشاهدين لكم مني أنا صفوان جولاق ومن فريق البرنامج أطيب التحية في أمان الله